بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد حديثنا اليوم بإذن الله عن قضاء الصيام والفدية الدرس العشرون لمادة التربية الإسلامية لصف السادس قبل الذهاب لمفهوم قضاء الصيام والفدية لابد أن نتحدث عن ما تم أخذه في درس الأعذار المبيحة للإفطار والأعذار الموجبة لما لها ارتباط في درسنا لهذا اليوم وأما الأعذار المبيحة للإفطار فهي الأعذار التي أباح الله تعالى المسلم إذا حدثت معه أن يفطر في رمضان كالمرض والسفر والحمل والإرضاع والشيخوغة وأما الأعذار الموجبة فهي الأعذار التي أوجب الله تعالى على من أصابه هذا العذر الإفطار في رمضان وهي الحيض والنفاس ونعلم أحبتي أن الله تعالى أوجب صيام رمضان على المسلمين القادرين وأباح لأصحاب الأعذار سواء كانوا أصحاب الأعذار المبيحة أو الموجبة الإفطار في رمضان تيسيرا لهم ورفعا للحرجة والمشقة عنهم لذلك جرع لهم أحكاما مثل قضاء ومثل الفدية فأما القضاء فيتعلق وهو القضاء يكون على من أفطر في رمضان بسبب عذر وذلك أن يصوم أياما مماثلة لعدد الأيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك إذن القضاء هو أن يصوم الإنسان الذي أفطر في رمضان بعد انتهاء رمضان أن يصوم أياما مماثلة لعدد الأيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ويجوز له أن يقضي هذه الأيام اللي فاتت متتابعا أو متفرق حسب قدرته فنحن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أم على سفر فعدة من أيام أخر لذلك لنفطرد إن إنسان أفطر في رمضان لعذر المرض أفطر ثلاث أيام فعليه أن يقضي ما أفطره بعد انتهاء رمضان المبارك هاي الثلاث أيام وهو مخير له أن يقضيها متتابعة أو متفرقة قلنا حسب قدرته وحسب استطاعته والمسلم الذي أفطر في رمضان يقضي ما فاته من أيام متى ابتداء من ثاني أيام العيد إلى مقابل رمضان الثاني يعني مع وقت كبير ومع ذلك يستحب للمسلم التعجيل في القضاء قدر الإنكم إذن القضاء مفهومه بسيط جدا إنسان أفطر في رمضان بسبب عذار سواء كانت مبيحة أو سواء كانت موجبة إنسان أفطر لمرض لعذر المرض فالقضاء أي عليه أن يقضي ما أفطره بعد انتهاء رمضان حسب كم أي يوما أفطر في شهر رمضان فيقضي هذه الأيام بعد انتهاء رمضان وقلنا الفترة هي من ثاني أيام العيد إلى مقابل رمضان التالي ومع ذلك المدة طويلة ومع ذلك نقول يستحب للمسلم التعجيل في القضاء قدر الإمكان فنحن نعتبر أنه من أفطر في رمضان كأنه دينه عليه قضاء فعليه أن يقضي ما تم الإفطار به في رمضان بعد انتهاء رمضان المبارك طب إنسان ننتقل من بعد مفهوم القضاء للفدية إنسان مريض ومرضه مزمن يعني مرض ولا يرجى شفاءه هو لا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع قضاء الصيام بعد انتهاء رمضان أو كان شيخ كبير في السن عاجز عن الصيام قضاء الأيام اللي أفطره في رمضان ماذا يفعل؟ شيخ كبير في السن لا يستطيع الصوم ولا يستطيع أن يقضي ما أفطره بعد رمضان ماذا يفعل؟ إنه مفهوم ما يعرف بالفدية يدفع الفدية ما هي الفدية؟ الفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أفطره ما بده يطعم يعني هو أفطر ثلاثين يوم في رمضان بطعم ثلاثين مسكين عن كل يوم أفطره ثلاثين مسكين أو يدفع قيمة ذلك يعني قيمة وجبة الطعام لا يريد أن يطعم يدفع قيمة هذه الوجبة للمسكين حسب الأيام التي أفطرها في شهر رمضان المبارك ويقول الله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طُعَامٍ مِسكين معنى يطقينه أي لا يقدرون على صيامه إلا بمشقة غير محتملة لذلك الفدية هي تخص أصحاب الأمراض المزمنة اللي ما بيستطيعوا أنهم يصوموا أو فيما يخص الشيخ الكبير في السن العاجز عن الصيام أو العاجز عن قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان فيقوم بدفع الفدية ونعيد حبتي هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أفطره أو يدفع قيمة هذه الوجبة وجبة الطعام طيب عنا أناقش بصفحة 74 أفطر حسام يوما في رمضان بسبب مرض ثم شفيا من مرضه ماذا عليه؟ كما فهمنا عليه أن يقضي هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والفترة تمتد من ثاني أيام العيد إلى ما قبل رمضان التالي أبو سالم رجل كبير في السن يعاني أمراضا مزمنة ولا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع القضاء ننتقل لمفهوم إيش؟ ننتقل لمفهوم الفدية عليه إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره أو يدفع قيمة هذه الوجبة طيب هذا كان درسنا لهذا اليوم لهو نتحدث عن القضاء وعن الفدية في عنا في صفحة 75 أسئلة أسئلة الدرس مطلوب منكم أحبة القيام بحل هذه الأسئلة على الدفتر وإن شاء الله سوف نبقى على متابعة معكم هذا كان درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله